موسيقى ده موضوع مهم جدا لان كل المشاكل اللي بتحصل لنا في حياتنا بعد كده بيبقى سببها ان احنا من البداية ما اخترناش صح كل خلاف بيقابلنا بعد كده بيرجعنا للبدايات وازاي ما خدناش بالنا من حاجات معينة واحنا بنختار الشخص اللي احنا بنكرر ان احنا يشاركنا حياتنا الشخص اللي احنا بنختاره بنقول ده اللي هنكمل معاه بقية عمرنا ازاي لما ييجي عريس لبنتي اسأل عنه كويس وقابل موافق عليه وخليها تعاني بعد كده بقيت عمرها كله ازاي ناخد ناس شبهنا ومتوافقين معانا وما نمشيش وراء قلبنا من غير ما نفكر في كل العلامات الحمرة اللي الساعات بنلاقيها في بداية العلاقة صدقوني البدايات مهمة جدا جدا وبترتبط بيها بعد كده حياتنا كلها بعد كده في بيوت ممكن تتخرب عشان ما فكرناش ومركزناش في العلامات اللي شفناها من البدايات احيانا بيوت بيتخرب لان طبعه مش راكب مع طبعي معاني الناس كتير تقولك طبعه لازم يبقى فيه اختلاف هو لازم ابقى انا زيه بالزبط لا طبعا الاختلاف ده شيء صحي جدا وشيء مطلوب لكن اختلاف صحي اختلاف اقدر اتعامل معاه لان طبع الاختلاف ده بيجي منين الاختلاف ده بيجي ان انا جاي من منطقة وجاي من منطقة تانية جاي من ثقافة وجاي من ثقافة تانية انا نشقتي غير نشقته فطبيعي يبقى فيه خلاف بس واحنا بنختار لازم نختار صحي من البداية واعرف ان الخلاف ده مايقصرش على حياتي بعد كده اختيار شريك الحياة ده حاجة كبيرة جدا فيه حاجات لازم ناخد بالنا منها من البداية طيب هو فيه حاجات مش بتبان من البدايات اه فيه حاجات مش بتبان هنعرفها ازاي هنعرف كل الاسئلة دي ايه العلامات اللي انا اقدر اخب بالي منها ايه الحاجات اللي ما بتبانش من البداية بس بتأثر على حياتنا بعد كده هيكون معايا في الستوديو النهارده ضيفي استشاري العلاقات الاسرية لأستاذ عبدالله ربيع قبل ما اروح لأستاذ عبدالله هيكون معانا من خلال زوم هيكون معانا ضفتي اللايف كوتش مروة محمود اهلا بيك يا أستاذ مروة اهلا بيك يا امان اهلا بيك طبعا اختيار شريك الحياة ده موضوع لا بيبطل ولا بنبطل لان ما فيش جواز بيبطل فكل يوم فيه جواز يعني كل يوم بنختار شريك الحياة عايز اعرف من وجهة نظرك انت يا مروة بقى في حلقاتنا النهارده ايه المعايير او ايه النقط المهمة او ايه الحاجات المهمة لما باجي اختار شريك الحياة لازم اكون عناية كده في وسط راسي حاجات الاختارها ازاي حلوة او يا امان زي ما انتي قلت كده هو موضوع شائق جدا مش هنبطل نتكلم فيه ودايما محتاجين نراجع معاييرنا الشخصية وقيامنا علشان نقدر نقول احنا عندنا ايه من المعايير في اختيار الشريك الحياة اول حاجة دايما بقولها نبطل التابوت بتاع الاختيارات بناءا عن نواقص في احتياجات معينة او عن تجارب ناس سابقة يعني اختيار مقنع الاختيار اللي بجاي من تجارب ناس اخرين او سمعت عن علاقات معينة سواء كانت نكحة او فشلة فانا بختار على حسب ما سمعت لا انا محتاج ان انا اشوف وقف قدام احتياجي انا الحقيقي يعني هو مثلا انا مين علشان اعرف اختار الشخص اللي قدامي فالمعايير كتيرة جدا من اول ان انا اعرف قيمي اعرف انا بحب ايه ما بحبش ايه وبقى عارف ان انا داخل في حالة من الشراكة يعني الحياة الزوجية دي نوع من الشراكة فيها خضوهات مش رايح حقق طموحاتي في شخص اخر وده اللي بيوقعنا كتير في ان انا ببني سقف طموحات وطوقعات ممكن بسهولة جدا تلاقي ان الشخص الاخر لو مفضلش حقق هالي بتقع العلاقة مع وقوع التوقعات يعني احنا دايما كنا بنتكلم في حلقاتنا عن الاحتياجات دي حاجة احنا يعني مش بتربين عليها ان احنا لازم افهم بنتي يعني احتياجات يعني احنا دايما بنسمع من البنات انا عايزة كذا انا عايزة اتجاوز واحد وسين انا عايزة اتجاوز واحد مصقف انا عايزة اتجاوز واحد ويعيشني برا انا عايزة يعني عايزة عايزة لكن هي مش فهمة احتياجاتها هي اللي انا محتاجة في الشخص ده فيمكن دايما بنعمل توعية دايما في برنامجه عن حتة الاحتياجات دي وكمان يا امان خليني اقول كمان هو انوح عند الاحتياجات الحقيقة مش الاحتياجات المتصدرة يعني حتى لما تعقودي مع شاب أو شابه في أول الفطوبة هي بتدور زي ما أنت قلت كده عن وسيم يكون بيقدر يخرجني بيجيب لي طلباتي بيبسطني وهو بيدور على واحدة ممكن تكون شيك وواجهة كويسة ليه بننسى نبص على احتياجات أكبر من كده بننسى بص إن أنا ممكن أفكر الشخص ده يشيل مسؤوليتي ولا لأ يعني هو أصلا شخص مسؤول يعني أنا مثلا بشوف بناك كتير ما بتفكرش في الراجل اللي معها هل ده مسؤول هل هو في حياته حتى شكل حياته هو مسؤول يعني بيقدر يشيل مسؤولية يعني حتة المسؤولية دي اللي بنلاقي فيها نسبة طلاق عالية جدا دايما يقولك أصلا ما بيشيلش مسؤوليتي مش قادر يشيل مسؤولية البيت فإحنا بنبص على الشكل عارفة ليه عارفة ليه إيمان لأن احنا زي ما قلت لك في بداية الحلقة كده أن احنا بنختار اختيارات مقنعة يعني أنا مثلا بدور على شخص يكون لطيف يبدو في الأول لطيف ما بيقول ليش لأ على حاجة بيحب يبسطني وخلاص بنسى دور وراء ده إيه يعني بنسى دور هو لطيف في العموم ولا هو شخص بيعرف يقنن الأمور الصحة من الغلط طيب هو هو بيقدر ياخد قرارات هو بيقدر يشيل مسؤولية مش مجرد في فترة الخطوبة احنا منسجمين مع بعض ملبي كل احتياجاتي السطحية دلوقتي بالي دي الفجوة اللي بتبان بعد الجواز طيب خليني كده إيه يعني آخر سؤال دلوقتي من ماروة وماروة لايف كوتش وماروة ست مصقفة وفاهمة ودرسة دلوقتي لما تيجي بنت تقولك انا اختار ازاي شريك حياتي ده انا قدامي كذا عرض وكذا اختيار بما ان بقى احنا بتدينا نسمع بقى ايه لأهل العلم زيكم كده يعني تقولي لي كده تابس بسيطة يعني اختيارات كده ايه ممكن تفتح ذهن الحتة معينة ممكن تخلي البنت تفكر بشكل مختلف انا اختار بناء على ايه في الزمن ده اللي احنا عايشين فيه موسيا هو لازم ارفع وعي البنت او الولد الشاب او الشابة باليعني ايه فكرة الزواج اساسا يعني ايه شراكة يعني هو شريك الحياة ده معناها ايه لان احنا بنقف عند مساحة حد بيحبني وبحبه بنبدأ الحياة مع بعض هي مش وقفة عند العاطفة بس ايه اللي اوحش حاجة ممكن تكون في الشخص اللي قدامك اسوأ حاجة يعني وتقدري انك تستحمليها يعني احنا دايما بندور على الحاجات اللي بنحبها ايه مش بندور على الحاجات الصعبة اللي ممكن يستحملها في الشخص اللي قدامي لان بعد الشراكة وبداية المشوار الزواج بتبدأ تباين النقاط اللي بتخلي كل حد فينا يبقى حاسس ايه ده هو مش ده اللي انا كنت عاوزه لان ما فيش حد بيبين من البداية ايه اسوأ الصفات اللي فيه فيش حد بيقول انا اوهش حاجة في اياه كاذا يبقى علشان كده احنا محتاجين نرفع وعينا بان احنا نعرف نعبر عن نفسنا زي مانا يعني انا مش محتاجة اتجمل يعني اول حاجة في المعيار ان احنا نختار شرك الحياة ازاي اكون انا زي مانا يا ايمان علشان اقدر اشوف الناس اللي شبهي فعلا اللي بتستحمني واستحملها زي ما احنا مش بنتجمل واقنع وبعدين بعد شوية هنزهق في كله ده هيتشاري صح بتبدأ المشحنات بتظهر بعد اول سنة جواز يعني اتمنى المشحنات دي تظهر قبل الجواز عشان نقدر نفهم ونقدر نقارز اقدر اكمل معاه بالشخصية دي طب ممكن يبقى عينة دي فالحين ده بيبقى صعبة قوي ممكن بيبقى راجل عنده كبر فاللي هو مهما بيبقى يكون غلطان ما بيعترفش فانا دي كلها بنسبالي راد فلاجز علامات حمره كده تخلينا اقول لا وانا هستحمل ازاي بعد كده فاتمنى ان احنا يعني في بقية الحلقة نتكلم في كل التفاصيل الصغره دي اللي تساعد الشباب ان هما ازاي يختاروا الشريك المناسب شوكرا لك يا مروة نورتينا فلح كأنا شوكرا لك يا فرد مروة محمود اللايف كوتش مشاهدينا سواني ونطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم حلقتنا واستقبل ضيفي معنا خليكم معنا ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا وعايزة راحة بقى ضيفي الموجود معنا في الستوديو استشاري العلاقات الأسرية لأستاذ عبدالله ربيع أستاذ عبدالله زي حضرتك أهلا بيك ايه لغبار؟ طبعا ده مش أول لقاء ودايما حلقاتنا بيبقى فيها محتوى مميز يا الله بينا فالنهاردة كمان حلقة حساسة جدا شريك الحياة وما يعني وما فيش أهم من شريك الحياة شريك الحياة سواء ست أو راجل يعني ازاي يختار شريك حياتي معظم اللي بيختاره دلوقتي بنختار يعني القلب القلب هو اللي بيختار تيجي تلاقي البنت تقولك انا حبيته طب ده فيه كذا وكذا لا لا بس انا بحبه انا مقداش استغنى عنه ونفس الحكاية برضو تلاقي شاب مختار واحدة لا هي شبهه ولا هي من معايير علته ولا ثقافته ولا حاجة خالص ولا كان حبيته فبنلاقي بعد كده مشاكل جسيمة جدا مشاكل كبيرة جدا بتحصل في العيلة لكن كان الاختيار من البداية يقولك ايما انا قلتلك من الاول تلاقي الام تقوله يا ابني انا قلبي مش مرتاح لها يا ابني دي مش شبهنا دي مش بتاعتنا لكن في الاول لا الحب ثم الحب ثم القلب لكن خلينا النهار ده بقى نتكلم معايير علمية معايير كده واضحة ازاي اختار شريك الحياة من الموضوع يعني الموضوع يبقى سهل لكنهم السهل صعب جدا هو صعب تحب نبتدي بالراجل ولا الست بالاتنين بالاتنين لان مش معنى ان في واحدة شكلها عجبني وتفاصيلها عجباني انها تصلح انها تبقى زوجة وام والعكس صحيح مش معنى ان انا شايفة حد بيملى مشاعر الحب عندي او مشاعر التأدير عندي انه هيصلح انه هيبقى زوج واب جيد فدي من الحاجات المهمة اي راجل وستة يحطوها دايما في اولوياتهم احنا بنتجوز مين ومن الحاجات الكارسية اللي اي راجل وست بيقع دايما فيها مع بداية اي علاقة I can fix them أنا أصلحه بالضبط أنا أغيره أنا أغيره ده فيه كذا وكذا لا لا أنا أغيره لا بعد تجوزه وشبهة كده خالص آه يعني أنا فاكر واحدة بتقولي دايما كانت بتقولي ما أنا في بداية الجواز كنت متخيلة بقى زي ما في الماضي كانوا بيقولوا جوزك على ما تعوديه فيش حاجة اسمها كده ولا هتعرف يتغير الراجل ولا الراجل هيعرف يغير ست فاعتقاد بقى أن أنا لما هتجوزها بقت في بيتي فهغيرها مش هيحصل والعكس صحيح فالصدام أصلا دايما جوه الدايرة بتاعة الجواز وجوه البيت بييجي من هنا إن بحاول أغير وفرض سيطارتي على الطرف التاني سواء راجل أو ست ما بيستجبش فينشأ الخلافة لكن في المطلق هل في حد بيتغير لا يمكن إلا إذا كان الشخص هو عايز يتغير شايف إن السلوك ده بيدره فهو عايز يغير لكن هتغير عشان إيمان قالت لي اتغير أكسم بالله ما هيحصل ولا هتغير عشان عبدالله قال يتغير مش هيحصل مش هيحصل طب خلينا لأول اي نقول ايه نظرية الشباب والبنات يعني أنا بشوف مثل الراجل يقول لك ايه أنا عايز واحدة حلوة جدا أنا عايز واحدة جسمها حلوة ملفتة دمها خفيف عايز واحدة روحها حلوة عايز واحدة بنت ناس جدا أبوها فلان ومامتها فلانة وعليتها فلان أنا عايز أنا عايز أنا عايز وفي الآخر دايما بسمع الجملة السابطة أنا عايز واحدة عادها في البيت تصنى دي يعني تخلف وتقعد في البيت. يشوف كل الصفات اللي قالها حلوة وجميلة وعيلة وفي الآخر تقعد في البيت وتربي الولادي كويس وكل حي. مع أن المواصفات دي مش ماشية مع بعض. وتيجي البنت بقى ناحد تقول لك أنا عايزة ولد وسيم. أنا عايزة يكون بيبقى في الجم وعضلات وطويل وعريض ومعها عربية كويسة وجايب لي بيت كبير وعايزة وعايزة وعايزة. لكن أنا ما شفتش بنت تقول إيه؟ أنا عايزة راجل مسؤول. حلوة قوي. يمكن هم عشان ما جربوش يعني مسئولية. يعني فهل الصفات دي تقدر تختار شركة حي كويس سواء هو أو هي؟ إطلاقا. ليه بقى؟ لأن احنا بنبص على الجواز بمنظور التلفزيون والسوشيال ميديا والمسلسلات والأفلام. يعني كل اللي انتي قلت ده دي حالات حلوة قوي بتحصل بس في الأفلام والمسلسلات. لكن على أرض الواقع الجواز لهو كده بالنسبة للراجل ولا هو كده بالنسبة للست. فأنت من البداية عايز واحدة تصونك. فدور في الكاتجري دي ما هو أنت الجواز أفكار مختلفة. أفكار مختلفة. هتلاقي ست اهتماماتها الأولى. هو البيت والولاد والزوج وبعد كده لو بتتعلم مثلا حاجة تحطها حاجة تانية. لو بتشتغل تبقى حاجة تالتة. هتلاقي ست تانية الترتيب عندها مختلف. الأولوية رقم واحد الشغل. ثم بعد كده البيت ثم ولادي. ثم جوزي رقم أربعة. هتلاقي حد تاني جوزي رقم واحد محتاج من البداية تبقى فاهم البارتنر بتاعك. هو إيه أولوياته في الجواز. هو بيتجوز لي. عشان كده دايما إحنا بننصح الناس قبل الجواز يعملوا جلسة اسمها جلسة مفاهيم أو تصحيح مفاهيم. يعني إيه جواز بالنسبالي. يعني إيه جواز بالنسبالك. يعني إيه حب بالنسبالي. يعني يعني إيه تأدير. يعني إيه عشرة. يعني يعني إيه مسئولية. يعني إيه خلفة. كل الحاجات دي محتاجين نحط ليها مسميات واضحة. فأبقى أنا داخل هتجوز وأنا عارف أنت بتفكري إزاي في كل نقطة فيهم. مش هتفاجأ بقى أصلا أنت ما قلت ليش قبل الجواز. أو أنا كنت داخل بنية مسبقة خافية أن أنا عايز أغيرك فالقيتك مش هتتغيري. فنهد الترابيزة ونهد المعبد. وفي النهاية اللي بتظلم لو فيه أولاد في الستوري دي. يعني إنت تقصد أن إحنا أول ما نعد مع بعض نتعرف على بعض. أفهمه أنا مفاهيمي إيه للجواز. طيب ما أي بنت هتتكلم تقول لك أنا مفاهيم أن أنا أعمل بيت وأتجوز وأجيب أولاد ونعمل بيت سعيد. يعني ما فيش حد بيدخل في تفاصيل التفاصيل. بص يا أستاذ عبدالله مشاكل دايما للفجنة البرنامج يعني هديك الخلاصات كده يهي كم مشكلة. يعني مشكلة أن دايما إحنا بنتكلم عن الراجل اللي داخل بيتي. لكن لا في عائلات بتتهد بسبب البنت اللي داخل العائلة. صحيح. يعني ممكن أجيب أنا مرات ابني بشوف أمهات كتير بتبقى رفضة البنت دي. رفضة أخلاقيا رفضها عائليا رفضها قيما يعني بتيجي البنت دي تدخل العائلة تنقل كلام. توقع ملين الأخ وأخوه مش مسؤولة عشوائية. ما بتربش ولادها كويس. كل حياتها أنانية بتفكر في نفسها بس. فبنلاقي برضو إن اختيار البنت ده مهم جدا اللي داخل عائلتي اللي هجوزها لابني. صحيح. بيوت. ويمكن ده جسدته الدراما برضو في مسلسلات كتير وأفلام كتير إن سبب خراب عائلة كاملة هي واحدة ست تجوزت ابنها. الست بقى دي في الغالب جد في الغالب من كالتشر مختلفة. يعني دايماً هتلاقي الرجل لما يجي يتجوز يقول لك والله مش مهم إنها فكرة أنت بقى أقل مني أو اجتماعيين أقل مني أو مادين أقل مني أو شقفين أقل مني. هتتطور وتتغير مع الجواز. في حالات بتطور فيه بس نادر. مش الطبيعي. مش الستاندر. يعني مش هجيب حد في التفكير مختلف تماماً أو حد مش متعلم وأجوزها أستاذ دكتور. مش منطقي. ولو حاولت أن أدخلها جوة البيئة دي هتعمل سرعاته من غير ما تقصد. لأنها المنتاليتي بتاعتها اللي ربنا خلقها بيها. هتقدر تستوعب لحد قدره معين. لحد وعيه معين. عشان أخدها أحطها في كاتيجري فكرياً أعلى أو اجتماعياً أعلى. فأنا بضر الكوميونيتي ده بالكامل. عشان كده دايماً بنقول للناس بص انت بتتجوز مين وأهلها مين وعملين إزاي. لأن التعاملها مع أهلها هو اللي هيبقى نفس تعاملك مع أهلك في المستقبل. والعكس صحيح البنت. تشوفي الولد أبو وأمو بيعاملوا بعض إزاي. ما تغديش ولد. بقى قليل الأدب وتقولي ما هو هيعملني كويس. قليل الأدب هيفضل قليل الأدب. مش كويس هيفضل مش كويس. فدايماً بصي قبل الجواز في بيئته في تعاملاته اليومية مع أهله مع أخته مع ريبه وانت كمان بص من نفس المنظور هي مع أهلها مع أبوها مع أمها تحترمهم إزاي. بتتكلم معهم إزاي. بتتناقش إزاي. في التعاملات اليومية في المواقف المختلفة في الشغل بتحصل إيه. فده اللي هيخليك تشوف المستقبل بتاعك بنسبة كبيرة هيحصل في إيه. لأن سلوكياتنا اللي اكتسبناها على مدار عشرين سنة ولا خمسة وعشرين سنة. مش هتيجي حضرتك في سنة حب علشان مراية الحب الجميلة. وتقول لي هتتغير عشاني. مش هيحصل. أنا كمان شايف حتة برضو غريبة جدا. الأهل بطلوا يسألوا على العريس اللي جاي البنتها مثلا. يعني أنا مثلا كإيمان لما يجي عريس لبنتي. لا أنا لازم أسأل عليه من ألف إلى الياء. يعني لازم أجيب تاريخي العيلة. شجرة العيلة كاملة عشان أعرف العيلة دي شكلها إيه. بشوف عائلات بطلت تسأل. يعني بيهربوا من حتة يعني هم شقين. يعني في عيلة مثلا بنتها اتأخر سن جوازها. فأول ما اتأخر سن الجواز فأي عريس بييجي خلاص الله جميل مدام بيجيب يعني خمسين في المية من احتياجات الجواز. في الله ونكمل وضيف أنا ونجوزه. مطلقة مستقبلية. آه فبطلنا نسأل ليه على العريس اللي جاي البنتي. زمان كنا بنشوف شيخ الحارة ده كان لازم يعني أي حد بيتقدم لبنته يروح يسأله. اللي ساكن في الشارع بتاعه. طب ده ايه. طب هو سلوكه ايه في الشارع. طب بيعمل ايه. طب أهله ايه. يعني كان السؤال طب برضه بيفرق. ما ممكن ان واحد يطلع حرامي. ممكن واحد يطلع نصاب. ممكن العريس يطلع مدمن. شكله جميل جدا. ولابس شيك جدا. ومعاه فلوس. لكن هو مدمن. كتير جدا. وما أكثر هذه الحالات. يعني بنكتشف بعد كده بعد الجواز بقى. لان انا خدت بالمظهر الخارجي. فانا شايفة ان الاهل بطلوا يسألوا. ليه بطلتوا تسألوا على عريس بنتك. ليه? يعني انا عشان شكله لطيف وجايب لي حاجات كويسة وهيجيب لها بيت وهيعمل. قدي ايه المهدودة ده؟ الخوف المرضي من المجتمع انها كسرت التلاتين. كسرت الاربعين. كسرت الخمسة واربعين. ما تجوزتش. فهي كده خلاص القطر فاتها. القطر يفوتها. احسن ما تتجوز قطر يدوس عليها ويدمرها. وترجع لك بعد كده بكام عيل. والله اعلم اصلا هترجع لك ولا لأ. صح يعني. فمش الفكرة في ان انا اجوز بنتي بشرعة هجوزها مين? وهي اصلا الشخص ده مناسب لها ولا لا? يعني انا بشوفك حالات كتير جدا تبقى مهندسة وتتجوز شخص مش متعلم. ما احترامي الكامل ليه. بس توافق فكري ما فيش. فلما نيجي نخلف اولاد. مين هيربي الولاد? زي كان قصة مش متعلم. طيب لا والطريقة. الطريقة في التفكير في التعبير في الكلام. يعني انا قلتها قبل كده في حلقة وزعلوا مني وهقولها تاني. يعني انا متربية مش انا كايماني يعني هي بنتكلم عمونا على الستات ورجالة راجل متربي عيلته دبلوماسيين بيأكلوا الشوكة والسكينة بيتكلموا بلغات معينة متعودين على الصفر الكتير. انا بتكلم بدي مثال مثلا هو متعود على طريقة لغة معينة في البيت بطريقة معينة باتيكيت 24 ساعة عشين بالاتيكيت اجي اتجوز واحدة عشوائية يعني صوتها عالي بتاكل بأيديها. معرفش ايه هتربي ولادي ازاي. ثقافة مختلفة. ثقافة مختلفة. هتضر الثقافة التانية. قلتلكوا اللي قاعد على الصفر غير اللي قاعد على الطبلية غير اللي قاعد على الارض. فهو دايما انا بقول المثل ده اللي هو ايه باكل على الصفر وده باكل على الطبلية لان ماشي. احنا اللي اتنين بنحب بعض. لكن فيه ثقافات احنا هنقف بنصد في بعض. مش هنعرف نتعامل. عشان هنا محتاجين بقى نفهم ان الحب عمود مهم جدا في العلاقة الزوجية. او في اختيار شريك الحياة. ولكن ليس الاهم. فيه عمدان تانية جدا مهمة هي لتقويم البيت ده. زي التأدير. زي الاحترام. زي الثقافة المتبادلة. زي الود. زي المحبة. حاجات كتيرة قوي. فالحب الواحد ولا يكفي. اصلا فيه دراسة علمية. لو انا فاكر صح بتقول ان الحب في الغالب بينتهي بعد 18 شهر من بداية العلاقة. وبعد كده بيتولد بقى حب من نوع تاني. اللي هو حب العشرة والمواده والمواقف اللي بنتعرض ليها. وقف جنبي ووقفت جنبي كنا سابرت بعض لما تعبت لما مش عارف حصل ايه. فده بيخلق نوع مختلف من حب. لكن الحب الافلاطوني بتاع بداية العلاقات في الغالب 18 شهر وبيختفي. فانت محتاج وانت اصلا بتفاكنك ترتبط تبقى عارف ان اللي انت مبسوط ومبهور بيدي دلوقتي مش هو اللي هيحصل قدام كمان من الحاجات المهم قوي. تلاقي ست لما بتيجي تتجوز هي عايزة تتجوز عشان تهرب من بيت باباها. فمتخيلة بقى ان الجواز هو الحرية المطلقة وما فيش مسؤوليات وخروج وصفر ودبديب وحب ولعب. اه ممكن يبقى فيه اجزاء منه كده. في لحظات حلوة بنسرقها من الحياة. لكن مش كل الحياة هتبقى رفاهية. لو انت حاسة بمسؤولية وضغط في بيت اهلك فتحطي بقى عليها مية ضعفة لما تتجوزي. لان انت هتبقى مسؤولة بقى عن البيت كامل. صح. لان بيبقى صح ممكن بيبقى حالة هروب من البيت. انا خلاص بابايا ومامتي بتخنقوا كتير مع بعض وصوتهم عالي وطول الوقت فيه عمف في البيت فانا عايزة اتجوز وخلاص. انا عايزة تفشم البنت فانا عايزة تجوز. فدي برضو حالة من اسوأ الحالات الجواز. تاني حالة انا صحابي كلهم اتجوزوا وانا لسه متجوزتش. فانا شكلي وحش قدام اهلي وقدام صحابي وقدام الناس. فلا لما باجي اخرج مع صحابي بحس بالاحراج فانا هتجوزوا خلاص. اي واحد يجيلي فانا من غير ما افكر من غير مسأل من غير ما حتى اعملوا تستاذ في الحياة. فده تاني هدف برضو من الجواز ان انا اتأخر ان انا كبرت. فانا لازم اتجوز بقى خلاص. مفيش وقت ان انا اختار وقيم. تالت حاجة انا بتجوز عشان اعمل فرح واتصور سالفي واعمل يعني تقوس الجواز اللي انا بشوفها على السوشال ميديا. بزبت. وده انا بتخضي لما بلاقي بنات بتتكلم كده. بس للأسف لسه عندنا بنات بتتجوز عشان تعمل فرح وتلبس الفسان اللي هي بتشوفه. واصحابها ومعرفش اصحاب العروسة وتصوير. مركزي للتعبئة والاحصال لسه امطلع احصائية خطيرة جدا. ان معدل حالات الخلع والطلق زادت بنسبة 83% في 2023. دي نسبة مرعبة. وده رقم كارسي. واعمارهم من الخمسة وعشرين للتلاتين. هم لا شافوا حياة. ولا لسه اتعرضوا المواقف حياة قوية. ولا بدأوا يشوفوا معاناة حقيقة زي الأجيال اللي قبلها عاشتهم. فالنهاردة الناس اسهل حاجة عندها. الناس ما انا اتجاوزت والبس فلسطانة في فرح. اللي بعده. اتجاوزت وخلفت وده كان التارجيت من الجوازة. اللي بعده. الراجل يتجاوز لأ مش هي دي لانا عايزها عشان هي ما تغيرش زي ما انا عايز. فخلاص طلقها وشوف اللي بعده. احيانا كمان لأ برضو لما بيتأخر سن الجوازة عند الرجالة. لما هي زي الستات زي الرجالة بيكسر مثلا الاربعين بيكسر خمسة واربعين فيقول لك ايه انا اتجاوز عشان يخلف. يعني هو التارجيت هدف الجوازة كلها انه هو يتجاوز بس الست دي عشان يخلف منها. مظبوط. لكن فكر في انه يظلمها. فكر انه يسيبها. فكر انه بيحبها ولا لا. ولا هتقع يعيش معها حياشك لها ايه? لا. ففيه اهداف كتير اول الجواز دي اللي بتخلي بعد كده حياتنا سواد. خلينا سيدة عبدالله ننزل نشوف التقرير صورته كاميرا واحكا ان مع الناس في الشارع ونشوف هما بيتم اختيار شرك الحياة بناءا على ايه? شوف كيه بيفكروا ازاي? يلا بالمبينة. جواز الصالونات بس يكونوا اتعرفوا على بعض الاول ما يتجوزوش على طول يعني اخدوا فترة في التعارف. اكيد اللي انا بحبه هيبقى كويسة معه بقى نفتح معي. جواز الحب. الاحسن ما يبقى فيه تعارف بالعقل. الاتنيني ما اختلفوش عن بعضها في حاجات كتير. جواز العقل يعني مهم الشخص اللي هيتكلم او الشخص اللي هيتقدم هيبقى عامل ازاي? هو اللي انجح بالنسبالي للعلاقة الصح. جواز الصالونات اللي متعرف عليه في مصر مش 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 حاجة صحيحة ولا ان انت تحب وتتجوز على طول ذي حاجة برضو صحيحة. لا جواز الحب طبعا والمعرفة. جواز الصالونات بيبقى مبني على التفكير. ممكن مثلا في الجواز الصالونات عارف بعدين عيوب. انا ما كنتش عارفها في يعني الموضوع هيبقى مؤكد قوي بعدين. المشكلة بتحصل لما هما الاتنين يتجمعوا في بيت واحد وكل واحد بقى فكره. فلازم يبقى فيه اتفاقات من الاول يعني. قبل الجواز افاترة خطوبة وبيعرفوا بعض فيها لإلا يكملوا لإلا لا. عن خطوبة وحاجة شراية يعني مبعدش عن الدين بس. مش اكتب. قبل الجواز كله بيجدب. يتعاملوا مع بعض بصراحة. الصراحة ان انا بقى واضح معاك من الاول وانتي واضحة معايا من الاول في فترة الخطوبة. والله من طريق الاهل. يعني لازم الاهل يبقى حاضرين ويبقى بشكل رسمي يعني. اللي هما يكونوا صرحة او مع بعض. وكل طرف يطلع اسوأ ما فيه. الخطوبة تعال ما يلت علشان احنا نتعرف ونتكلم. وسواء هي هتنتهي او هتكمل. وعجب بيها فطبعا بيخل عليها ويروح لأهلها. بيتفهموا بيبقوا الاول فيه شروط للعروسة وشروط للعريس. انا مش متجاوزة صلونات طبعا بس انا شايفة ان هو انجح جواز دلوقتي. يا ده فترة كبيرة لحد ما يتعودوا على بعض. في المنطقة اللي هي اللي هو اللي ولد سكن فيها بنسأل صحابه بنسأل الجران. بيسألوا عنه بيعرفوا ابن مين اه اسلوبه ايه. فيه ناس مثلا في محيط السكن بتاعه في محيط شغله وكده. باسأل على اخلاقه زي ما رسول صلى الله عليه قالك اسفر بذات الدين برضه قالك نفس القصة بالنسبة للرجل لو هو ملتزم بالدين وبالصلاة. اهله وصحابه والناس اللي حواليه كده يعني. بينزلوا المنطقة بينزلوا مكان شغله يسألوا بس هوا دي الفكرة هو فيه صاحب فيه حاجة غير كده ما فيش يعني. يخدوا اسمه ويعودوا معاه. يكلموا معاه الأول ويشوفوا أهله. ويشوفوا أخلاقه. واتقال كده واحد مش من واحد بس. أكيد بيبقى فيه طريقة يعني هيسأل. منسأل عريس نفسه يعني انت مؤهلك ايه بتشتغل ايه عندك شو أولا. أكيد اسئلة اللي هي ترادشنال العادية. كل واحد عجبا دماغ. كل واحد ليه حاجات معينة في شريك الحياة هو حاببها. مفيش حد بيقين نفس الدماغ. مفيش حد نفس التفكير. البنات عايزة حاجة والشباب عايزين حاجة. كل بنت ليها كده حلم. حلم شريك الحياة اللي هيجي أخدها على الحصان اللي بيض. اللي هيلف بيها العالم اللي هيعمل لها أحلى فرح. اللي هتلبس أحسن فستان. لكن شباب وبنات بينسوا إن شريك الحياة ده يعني حياة. يعني حياة كاملة هنكمل بيها مع بعض. يعني بيت وأسرة وعيلة. يعني عيلتين هيشاركوا بعض في نفس الأفكار وفي نفس الأولاد. هيبقى فيه أحفاد بيشيلوا اسم العيلتين. محدش بيفكر في الحتة دي في بداية الجواز. كلنا بنبص على الصورة الحلوة. اضحك الصورة تطلع حلوة. لكن لو ما اخترناش صح الصورة مش هتطلع حلوة. الصورة هتبقى سودة. وهتسوت حياتي لمدة سنين وسنين يمكن عمري كله. خلينا عبدالله نتكلم في اللي إحنا سمعناه ورأي الناس. لكن خلينا أقول برضو. إيه العيوب ما هو أصلي ما فيش حد بيقول. يعني أنا تعرفت عليك أوه. وابتدينا نرتبط. عمرك ما هتيجي تقول لي خلي بالك أنا لما بتعصب ببقى حاجة وحشة جدا. بقى حد مش كويس. أخلي بالك أنا مش مخلص. يعني أنا شفتش راجل جي قال لي سيت مثلا. أصلا أنا مش مخلص أنا ممكن أخونك. ففي حاجات ما بنقدرش نستشفها في البدايات. لكن في عيوب أنتوا كاستشاريين وكداكاترة نفسية وكلايف كوتش. بتبقوا أنتوا شايفينها. يعني في علامات كده بتبقوا أنتوا شايفينها أكتر. علمنا إزاي نختاره وإيه العلامات اللي أنا شوفها من البداية. عشان أقدر برضو أختار على قد ما أقدر شريك حياة مناسب لي. بالنسبة للراجل دايما لما تيجي تختاري الراجل أول حاجة لازم يبقى مسؤول. عارف يعني إيه مسؤولية. أعرف إزاي بأنه هو مسؤول. مواقف الحياة المختلفة اللي بنتعرض لها يوميا. وإحنا في الشارع وإحنا في الشغل وإحنا بنشتري وإحنا بنأكل وإحنا بنشرف. فتعامله مع الناس. فتعامله مع أهلي. فتعامله مع أهله. هتبن بسهولة جدا. عنده صبر وحليم علي. شخص عنده جزء من الرحمة اللي البنات دايما بتقول لك أنا عايز حد حناية. إنه حد رحيم. لأن الرحيم مهما يغضب مش هيقدر يهني. هيحفظ كرامتي. والحنين ده كمان يبان في المشاكل. طبعا. يعني ما يبقاش سايبك بالأسبوع ما يعرفش عنك حاجة. ما يقفلش تليفونه وكل ما تكلمين ما تعرفش صليله. أنا بشوف بنات بتتقهر ومكملة. طب ما هو باين من البداية إنه هو جاحد. إنه هو ما عندهش مشاعر إنه هو مش حنين. بالضبط فمهمة أو إنه يبقى رحيم. حاجة تانية كمان مهمة إنه يبقى شجاع. شجاع من أهم صفات الرجولة. يعني إيه شجاع؟ يعني بيعرف يقف قدام المواقف الصعبة ويحلها ما يهربش منها زي ما أنت قلت. بالضبط. فدي من الحاجات المهمة أيضا. وهو أصلا لو عنده صفات الشجاعة هتلاقي كل الصفات في الغلب الباقي موجودة عنده. بالنسبة للست لما تيجي تختارها دي. فيه طبعا حاجات كتير بس دي أهم الحاجات يعني. بالنسبة للست لما تيجي تختارها إيه وقت تختار ست ندية. واحدة بواحدة. البيت ده بيتهدى قبل ما بيتبني. ست بتحترمك ولكن بتتناقش معك. مش خاضعة بس عندها فكرة. لما تبقى خاضعة هي عشان هي عايزة تخضع لرجلتك والفكرك عشان شايفة أنك قائد للمنزل. شايفة أنك فعلا فكرك على صواب. مش خضوع علشان أنا ما عنديش حلتهم. واختار ست. ست تعرف تتكلم معها. ست تاخد رأيها في شغلك. دماغها حلوة. مصقفة. متعلمة. تفكرة حلوة. يعني ما تختارش ست تمثال ست. يعني أنا بشوف رجالة باستغرب. إحنا في العصر ده لسه في عشرين أربعة و عشرين. وبيقولي أنا عايز واحدة تقعد في البيت بس وتربي العيال. طب يعني إيه يعني إيه الاختيار هتختارها بنان على إيه. يعني دي تمثال بقى. تربي العيال دي. أوكي. زي ما قلنا في الأول خالص. لازم تبقى هي أصلا جاهزة لده. أوكي. مش كل ستات اللي هتتجاوزها هي جاهزة أنها حضرتك تحطها في البيت. بالزاب. ملتفقين. ولكن في ستات زي ما مثلا بنشوف فنانين كتيرة. ومشاهير كتير جدا. هي نجحة قوي في شغلها. قوي ما بتتجاوز وتخلف. يعني أنا فاجر أكتر من فنانة. كان لهم كذا لقاء قالت. أنا الترتيب كان رقم واحد عندي للبيبي ده. لازم أطلعه سوي. وبعد كده الشغلة مش هيتير. حياتي مش هتير. فدي أصلا طريق التفكير محتاج أنك تدور عليها. فالفكرة مش في النهاية تبقى نجحة بس في شغلها. ولا هي ستة بيت بس. لا. هي محتاجة تبقى نجحة فكرين أصلا. عندها وعي. فهمة القيمة بتاعة الأسرة. وتبقى من أولوياتها. لأن أي حاجة بتيجي على قيمة الأسرة. أصواء عند الراجل أو عند الست. في الغالب ده بيعمل جاب ما بين الاتنين. وبتتهد مع الوقت. ولازم أختار أن يبقى رقم واحد أنا عايز أعمل بيت. طبعا. لأن فعلا فيه ستات كتير نجحة جدا في شغلها. بس أما بتجي تتجاوز هي مش من أولوياتها البيت. وتلاقي تقول له أنا مش عايز أخلف دلوقتي. أنا عايزة مثلا كم سنة فهو يعترض. لا أنا عايزة أخلف. طبما أنت أخدني نجحة طبما أنا صاحبة شركة. أو يوافق بعد كده يعترض. أو يوافق بعد كده يعترض. يجي في الأولي والله قال أنت عايزها. وبعد كده يقول لها لا أنا مش عايز كده. ونفس الحكاية فيه رجالة بيبقى رقم واحد عندها الشغل. كل الناس بتشتغل لكن ما يفعش يبقى رقم واحد شغلك. بزبط. ما يفعش يبقى رقم واحد شغلك دي تلاقيه في البيت. رامي البيت كله ومسؤولياته كلها على الست. لأنه هو أناني. هو عايز شغله ونجاحه وحياته هو بس. ده بيجي بقى من إيه نأمن؟ إن الراجل والستهم بيتجوزوا في الغالب ده بيحصل في سن مفخوش خبرة ومفخوش وعب. فبنكبر دماغنا وأنا هغيرها وهي هتغيرني والحقيقة هتمشي. لما بنكبر وعينها بيختلف تلاقي دايما الراجل يقول لي كان عايز واحدة تفهمني. تفهم دماغي. تحتويني. تحتويني. تفهم تفكيري. طب في الأول كان بيبص بالمراية بتاعتنا بحبها وهي دي وهي أجمد واحدة في الدنيا. أنا شفتها عيني وارتحت لها وبلا بلا بلا. تيجي ست نفس الكلام. ده أكتر حد في الدنيا حنين عليها. بس هي أخدت الحنية الظهرية المزيفة مش الحقيقية. الحنية المزيفة اللي بتظهر وقت المشاعر والحب والخرجات. مش وقت المواقف القوية أنه يبقى حنين عليكي. وقت ضعفك. وقت ما بتحصل مشكلة كبيرة. وقت ما بيحصل خلاف قوي ما بينكم. ومن الحاجات المهمة اللي بنقولها للناس. من الحاجات اللي بتميز شريك الحياة. هي إحنا بنختلف مع بعض ازاي. مش بنحل مش فينا ازاي. بزبط. إن في وقت الخلاف ده إزاي نختلف. نقول إن إحنا لما نتخاصم مفروض أعمل إيه؟ يعني مفروض أسيبر غير ما تهده. ولا مفروض أتكلم معاك. يعني لازم نفهم بعض حتى في أوقات الخلاف. الخصام ده الواحده دي كارسة لو ما عرفناش نتفاهم مع بعض وقت الخصام. إن ده بيفضل يعمل تراكمات تراكمات لغاية ما في الآخر ما بنعرفش نتكلم خاص مع بعض. من المشاكل كمان اللي بتزهر إن أحيانا بنطلب من شريك حياتنا. يعني من أكثر الجمل الجميلة اللي قريتها الدكتورة نفسية. إن إحنا بنطلب من شريك حياتنا الممكن العادي الحاجات العادية. بس ممكن بيقاش جاهز ليها. فممكن أطلب من زوجتي إنها تخلي في دلوقتي. هي مش جاهزة لده عادي جدا. ده حق المشروع. لكن هي فكرية ونفسية مش جاهزة. ممكن أطلب من جوزي نسافر حتة معينة أو ننقل في بيت تاني. ده عادي حق المشروع لكن هو نفسيا ولا مدين مش جاهز لده. فأحيانا من أكبر مشاكل الجواز إن إحنا ممكن أحيانا نكون بنطلب الممكن. لكن الطرف التاني مش جاهز لتحقيق الممكن. مش جاهز. بالضبط. طب هل العائلات ليها برضو تأثير في الاختيار؟ يعني هل وأنا بختار لازم أشوف العيلة وأشوف إيه في العيلة؟ إيه المهم اللي أنا أشوفه في عيلة الشريك؟ يعني عشان أقول ينفع نبقى مرتبطين ولا لأ؟ القيم والأصول والتربية بتاعت زمان بيعملوا بعض إزاي؟ بيحترموا بعض إزاي؟ بيحل صرعاتهم إزاي؟ بيحتووا ابنهم إزاي؟ بيحتووا بنتهم إزاي؟ تفكيرهم المادي عامل إزاي؟ تفكيرهم الاجتماعي عامل إزاي؟ مع كل الحاجات دي حتى لو زوجتك ما تأثرتش بيها ما هترفلكت على ولادك في المستقبل. أنت مش هتاخد ولادك ومراتك وتعيش في كوكب تاني في الآخر هيروحوا عندهم وأنت هتيجي عندهم وأما هيجوا عندك وهكذا. فبشكل أو بآخر لازم الثقافة إلا حضرتك هتتجاوز منها تبقى قريبة منك جدا. طيب من الحاجات المهمة قوي اللي احنا دايما بننصح بيها الناس إنك من غير ما تفكر عشان للأسف الجيل الحالي لا بيسمع كلام بابا ولا كلام مام. يسيدي يروح لحد محايد لطبيب نفسي لمعالج ويبدأ نعمل حاجة اسمها كابل ثرابي اللي اتنين يعودوا مع الطبيب أو الكوتش أو غيره. ويستكشفوا مشاعرهم ويشوفوا إذا كانت حقيقية أو لا ويشوفوا كل واحد صفات تاني وعيوبه هيقدر يتحملها في المستقبل أو لا. لأن الأهم من الصفات الحلوة ده خلاص قررنا خطوبة جواز على طول يعني دي أكتر حاجة ننصح بيها الناس. ما تقنع اتنين أي كابلز دلوقتي مرتبطين إزاي يقنعهم من هما الاتنين يروحوا للايف كوتش من البداية عشان يعرفوا إذا كانوا هيتفهموا ولا لا بعد كده. مش يتفهموا ولا لا. وكده كده ما فيش لا طبيب ولا معالج ولا كوتش هيقولوا تعمل إيه أو تعملي إيه. بس هيستكشفوا مع بعض تحدياتهم أفكارهم قناعتهم قيامهم. فبدأ أشوف دي مناسبة بالنسبة لي أو لا. إيه أكبر التحديات اللي بتقابل أي اتنين بيرتبطوا. هي فعلا فيه تحديات. إحنا عايشين كل يوم في تحديات. كل يوم تشالنج جديدة في الحياة إن أنا أقدر أزوق وكمل واستحمل وضحي. لا تحدي تحدي كبير إن أنا أشتغل وانجح واتجوز وخلف وربي. وطلع أولاد متعلمين محترمين متربيين. أقدر أحافظ على علاقتي بأهلي وأقدر أحافظ على علاقتي بأهل جوزي أو أهل شريكي. دي تحديات كبيرة قوي. إيه أكبر حاجات المشاكل اللي بقابلها في وسط كل سلسلة التحديات دي. إن إحنا بندخل كل الحاجات في بعض ومفيش حاجة بنعرف نعملها بكواليتي أو بجودة. فأنا بروح البيت غض النظر عن الزروف الاقتصادية والمادية اللي هي ضغطة كل الناس طبعا. لكن هم نتكلم بقى ممكن وأنا مضغوط. الضغط مش هيروح. فأروح البيت بشتغل ومفكر في شغلي. فبأهمل ولادي فبأهمل زوجتي فمفيش كواليتي. بروح أعود مع أبوي وأمي نفس القصة مفيش كواليتي. بروح أعود مع صحابي مفيش كواليتي. فقاعد ومش قاعد. موجود جسدا ولكن عقلا وزهنا في حتة تانية. فلو أنا بدي كواليتي لكل حاجة أنا بعملها ودخلت البيت رميت الشغل. دخلت عند أبوي وأمي رميت كل حاجة ورايا وهكذا في كل جوانب الحياة. ده أكبر تحدي بيقابل الأزواج. ليه؟ لأن بيخلينا ما بنعرفش نسمع بعض. أوكي والراجل مش محتاج أكتر من حد يسمعه بعمق. والست مش محتاج أكتر من حد يسمعها بعمق. دي من أكبر التحديات إنه هنعرف نسمع بعض إزاي إنه هنعرف نعبر أصلا إزاي. عشان كده أنا بلاقي دلوقتي بلاقي حالات أنا باحترمها جداً وبقدرها جداً. القابل يبقى ناجح جداً في شغله وصاحب شركات ما عرفش إيه وعامل إيه. تليه يقولك أنا أول ما أدخل البيت أنا بدخل ألعب مع أولادي. ده وقت البيت. بقلع البدلة وبشيل كل المسئوليات والشغل اللي عندي. ألعب ونهزة ونلعب مع بعض بلاي ستيشن ونعمل. بقوله أنت قادر تعمل ده يقولي آه لأنه ده الوقت بتاحه. وبعد كده مراتي أشوف يوم في الأجازة بناخد ويك أند مع بعض. بنستمتع جداً باليوم بقفل تليفوناتي ولو عندي كوارث في الشغل. بقفل التليفون وهي كمان تقفل تليفونها. إحيش عايزين نسمع أي مشاكل. هل نتفق على ده من قبل الجواز؟ يعني الناس اللي فعلاً بتدي كواليتي للوقت بتاع حتى لو ساعة في اليوم. بس الساعة دي ساعة كما يجب من أول تليف. الله إلا ونص ساعة بس نص ساعة بجد. هتفرق مع ولادي ومع جوكتي. ومعي أنا شخصياً هتشحني أنا كمان. هتشحني أنا طاقة جديدة وحياة جديدة. لكن حتى الأجازات. إحنا عندنا الآن ثقافة الأجازة. وده فيها حتى بقى مهمة جداً. إن وقت الكواليتي ده أو الأجازة أو الوقت اللي نعود مع بعض. ده مش مجال لنقاشات البيت اليومية. اللي هي هنصرف مينين وهنكمل الشهر إزاي؟ وهنعمل إيه في الجامعية؟ وهنعمل إيه في الإيجار؟ وهنسدد قصة المدرسة إزاي؟ كواليتي تايم عشان نسمع مشاعر بعض. عشان نشوف إحنا الصبح هندفع الإيجار مينين. هنجدد مشاعرنا. نقول كلام حلو البعض. بقلنا فترة ما تكلمناش. ما خرجناش. ما سافرناش. يعني الحاجات دي الهزار اللي بيحصل في الأجازة. والروح الحلوة دي بتخلي الحياة أحلى. يعني في بلاد بتقدس الأجازات. يعني أجازة يعني أجازة. ما بتكلمش في الشغل الخاص. ما بتكلمش في أي مشاكل. فأعتقد برضو إن إحنا ناسين الحتة دي في اختيار الشريك. يعني إحنا بنتكلم. هنوضى بالبيت. وهنجيب البيت. وهنعمل ونسوي. لكن ما بنفكرش بعد البيت ده. هنعيش جواه إزاي؟ سيستم الحياة شكله عامل إزاي؟ هنعمل الجوانب المقدسة بتاعتنا إزاي؟ لأن الحياة أو الزواج هي أقدس علاقة موجودة على الأرض. فهنقدسها إزاي؟ طيب هل من البداية وأنا بختار شريك الحياة؟ هل لو لقيت أمه بتحبه زيادة؟ أو يعني مسيطرة شويتين تلاتة؟ هل ده يستدى أن أنا فاركش الجوازة؟ يعني أقول ده بقى خلاص ده ابن أمه بقى. وهيعمل لي مشاكل بعد كده ومعندوش شخصية؟ إذا كان ملوش شخصية. وإذا كان الشخص ده هي أمه هي اللي بتختار له هيلبس إيه؟ هيكل إيه؟ هيشرف فين؟ لما أجي خارج أنا وخطبتي فهي اللي تختار لنا هنروح فين؟ يبقى ساني واحدة. إحنا نتكلم هنا بقى. إحنا بنتكلم عن شريك الحياة هو. إزاي يختار شريك الحياة؟ يبقى أنا هتكلم على المحاذير والممنوعات. لو لقيتها يبقى ما يفعلش يبقى شريك أصل. بزبط. أي شخص بيتحكم فيه عموما. أي شخص بيقوده. أبوه أو أمه. حتى لو صحابه. أنا عندي كيس اتطلقت بسبب أن صاحبه هو اللي بيمشي بيته. أه. لأ أنت جبته ده كتير. إنت إزاي تعمل كده. كده مرتك هتأخذ عليه كده. مش عارف إيه. فأي رجل. أي شخص بيتحكم فيه. أي رجل. حد بيتحكم فيه. أمه بابا صاحبه الأنتيم. أي أن كان. من غير ما تفكري. يعرف إن فيه هنا ريد فلاج. ولكن فيه فرق ما بين إن بابا وماما ينصحوني. في حاجة هما شايفينها غلط. وإن هما بيقودوا ويسيطروا على حياة. فيه إجاب كبيرة قوي ما بين الاتنين. عشان ما ما أسمعش البابا بينصحه ومامت بتنصحه. فأقول لا خلاص ده وحش. وحش إذا كان هو بيسمع الكلام حتى في الغلط. طب عبدالله آخر حاجة بقى. آخر سؤال خالص. إيه أهم حاجة وأنا بختار شريك حياتي. يبقى عيني كده إيه بص عليه. أوكي أول حاجة نختار حد شبهنا. دينيا فكريا ماديا اجتماعي. أوكي نبص البابا وماما عاملين إزاي. يعني قبل الولد وأمه عاملين إزاي. وهو بيتعامل معهم إزاي. والعكس صحيح عند البنت. شكرا لك يا أستاذ عبدالله ونورتنا. أستاذ عبدالله ربيع استشاري لعلاقات الأسرية. يعني كل حلقة بنستفيد من حضرتك جدا. مشاهدينا في آخر الحلقة بقى وكلمتين لازم أقولهم. شبهنا ده لازم. يعني دلوقتي أي نصيحة بقولها في أي مشكلة بجيلي على صفحة البرنامج. اتجوزي اللي شبهك. اتجوزي اللي حياته شبه حياتك. اللي مديا قريب من الماديات بتاعتك. ما ينفع الشبه فيه جاب كبيرة مساحة كبيرة بأغاني قوي فقير قوي. معي قوي معهوش خالص. فاتجوزه اللي شبه كله إن ده بيوفر علينا مشاكل كتير جدا. رسالتي بقى للأم والأب دلوقتي اللي بيتفرجوا علي. وأنا ببسعيتها جدا كل الأمهات بيتفرجوا علي. وببسوطة جدا أي بنت بتقابل تقول لي ماما بتحبت جدا. ماما ما بتفوتلكيش حلقة. فبقى إن ماما بتفرج عليها دلوقتي. خلي عندنا نرجع تاني زي زمان وبعندنا شخصية مع أولادنا. مش من أول ما ندينا إن أنا لازم أصاحب بنتي أو أصاحب ابني. ما عندناش الشخصية القوية زي زمان. زي ما كنا بنشقطه بنعاقب وبنقف على رأينا. لو شفت إن العريس ده مش مناسب لبنتك. لو عيطتلك. لو نوحت طول الليل وطول النهار. لو قاعدت تندف في البيت. لو قاعدت قفت على نفسها القوضة وهو ده اللي هتجاوزه. خلي عندك شخصية. لو أنت شايفة النجاحين بنتك. أنت شايفة الرؤية اللي بعدها عشانت اللي أكبر وانت الأم اللي فاهمه. يبقى لأ يبقى لأ. وبعدين لازم تسأله على عرسان ولادكم. يعني لما يجي لك عريس لبنتك. اسألي عليه. اسألي عليه في الشارع اللي ساكن فيه. اسأله عليه صحابه وأهله. شوفه هو إيه. بنصطدم كتير جدا. بيبقى عيان بعد كده وما بيقولش. بيبقى عيلته كلها عارفة أنه عيان. واحنا الوحيدين اللي ما نعرفش أنه عيان. وأمراض ما ينفعش إن إحنا نعديها. أحياناً بيبقى مضمن مخدرات وأنا ما عرفش. لكن الشارع كله عنده اللي ساكن فيه. بيبقى معروف ده مين وأخلاقه عاملة إزاي. نرجع تاني يا جماعة نسأل على العرسان. جاء البنتي عريس لازم أسأل هو مين وابن مين أصله فصله. ده مش عيب. وهو بيبقى عارف أنه يتسئل عليه برضو ده مش عيب. ما ينفعش أي واحد يجي لي أنا ما عرفش أصله فصله. وبس مجرد أن بنتي حباه وبتعيتي. بقى خلاص أجوزولها. أنت اللي هتعياتي عليها بعد كده. لما تجيلك دخل عليك منطلقه معا عيل وعيلين في إديها. ونفس الحكاية في مرات ابني. عروسة ابني لازم أعرف هي مين وبنت مين وأصلها وفصلها. مش عيب. دي عيلة كاملة بتتبني. فنرجع تاني بقى عندنا رأي. وشخصية في البيت. لما قولت دلق يبقى دلق. مش اللي هو خلاص بقى بنتي عايزاه. ولاقيك أنت اللي بقى كيها بتعياتي. وبيجيلك السكر والضغط بسبب مشاكل اللي بنتك عايشاه. فنرجع تاني نختار مع أولادنا. ما نسيبهمش كده. هما في الآخر صغيرين. عيال بتختار. فيعني إحنا الكبار اللي بنفع. شوفكم الحلقة الجاية على خير إن شاء الله.